مجموعة من جوالات الآيفون الجديدة بدأت تنتفخ بطارياتها في اليابان واليونان وأيضاً في تايوان والصين وسألفت جوجل تقول لك أن سعة تخزينية للأبد مع البيكسل 2 نوعاً ما مو صحيحة دعونا نعرف المعلومات هذه الاسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم فيصل السيف مجموعة تخبار جديدة نبدأها بأول خبر اللي هو نوعاً ما إنساني وحركة لما نتكلم على بورتريكو صار لها عصير ومعاصير وشيء كذلك سبت هذه الأعاصير نفس الشبكة حق الكهرباء تعطلت في أضخم وأكثر الأجزاء موجودة في بورتريكو بكل بساطة جاء واحد من الناس وقال على تويتر لإيلن موسك إيلن موسك هو رمضة شركة تيسلا وتضبط لنا شبكة الكهرباء رد إيلن موسك وقال إحنا سوينا مشاريع جزر أصغر بكثير من مدينة بورتريكو فعادي بالنسبة لنا نجي ونسويها ما عندنا أي مشكلة ولكن هذا قرار يرجع للدولة إذا هي يودها بهذا الشيء رد الرئيس وقال أبد تعالوا حياك الله وإذا تريد تفعلها حتى موضوع PR ربشر ما عندك مشكلة المهم تعال ضبط لنا إياها والموضوع قلب إيجابي بشكل جدا كبير بحيث أنه كثير من الهيئات والوزارات والأماكن الموجودة في بورتريكو قالت تعالوا يا تسلا ضبطوا بطارياتكم وضبطوا أموركم وحياكم ونحن كلنا سنستفيد من هذه المسألة وكثير من الناس بسبب بعض العصير اللي قاعدين يبدو خدماتهم زي أيضا جوجل قالوا لماذا نجلب لكم هذه البلونات حقات المناطيد بلا صح حقات مشروع لوم ونطير لكم كم واحد فوق بورتريكو ونجلب لكم انترنت الرجع للبلد فالأشياء هذه كلها تبين لك الإيجابية الموجودة ونوعا ما الانتقال للتقنية صار أسهل وتبني التقنية صار أسهل بالذات في استحداث الدول ونوعا ما فإعادة البنيات التحتية في بعض الدول شيء جدا رائق وقلنا نذكره في البداية وخبر رائق ثاني على اختراع صمغ للجروح صمغ للجروح يساعد في التقنية الجروح بشكل كبير تم تجربته على بعض الحيوانات مثلا بعض الثيران جربوها على بطونها وقدر يلحم نفس الصمغ هذا وأيضا في رئات الخنازير ضبطت معهم وضبطوها وباقي ذحين يبدأوا يجربوا الموضوع هذا مع البشر ويشوفوا هذا الصمغ الذي يستخدم فيه عمليات اسعافية ويكون لديك صمغة ويستخدم الجروح بشكل سريح بدون أشياء سلبية تضر الجسم من ناحية الصمغة فهذه الصمغة التي تحدثت عنها هي جزئية من النانو تكنولوجيز تقنيات النانو وكثير من الناس تتحدث عن تقنيات نانو ونانو تقنيات النانو يعني كل شيء له علاقة في مقدار حجم النانو تقسم المليمتر على مليون واحد من هذه الأجزاء هو نانو ميتر فهذا النانو ميتر وكل العلم الذي له علاقة في هذا الحجم هي علوم نانو انستغرام مع المنافسة الكبيرة التي تعطيها على سناب شات ايضا قدمت شيء جديد فتقدر من خلال انستغرام ستوريز وقصصك التي تقدر تضعها على انستغرام تشاركها ايضا في فيسبوك ستوريز بما انهم نفس نوعا ما المالك ونفس المنصة وقاعدين تظاهر مطورين في نفس البناء ايش دريني المهم انك تحط قصة على انستغرام ستوريز تقدر تشغل خيار مشاركة هذه القصة او انستغراما تشاركها ايضا على سناب شات فهنا تضرب صفورين بحجر وتجد شبكتينك الاستماعيات يزيدوا مع بعض فالذي ستفعله ايضا ببدأ استخدام انستغرام ستوريز وعلى الفيسبوك ستوريز ستصبح تشوفه انتو ستوريز يا كثير من اقول ستوريز لما قررت في الخبار التي عندها احمد قلت اقوله شيء غريب انا اقوله او ما اقوله احد منكم يعرف اي او ال امريكا اونلاين وهو المسنجر اي او ال من اوائل المسنجرات المهم مات رسميا نوقف الدعم انتهى امازون مع التجارة الضخمة التي تفكرها بحاجتين اول حاجة لما تفكر امازون ان تدخل في مجال الطبي وارسال الادوية وتوصيل الادوية وبيع الادوية على منصتها وايضا الشيء الثاني ان امازون التجربة التي قاموا فيها في الهند يمكن ان تجربة هذه ينقلوها لامريكا وباقي العالم والتجربة هي ان يكون عندهم نفس شركة التوصيل الخاصة فيهم امازون هي التي تفعل توصيل لطرود امازون لا يكون اعتماد على طرف ثالث لا الفيدكس لا الو بي اس لا الاس او بي اس لا اي حاجة لا يوجد اعتماد الا على نفس خدمة امازون والتي امازون لم تعدها تنافس فيديكس ودي اتش ال فيها فامازون على قوتهم اذا هم بالفعل متمكنين من موضوع طرود مطرود ما بالكم لو امازون دخلت المنافسة على موضوع التوصيل وصبح كل شيء يصل لك عن طريق امازون سواء من امازون او غير امازون موجة جديدة من التكاسي الطائرة او اير بست تدخل هذا المجال والدرون حقها باربع مراوح اللي المفروض ان يصير تاكسي ويدخل الخدمة اولى التجربة في عام 2018 وهذا التاكسي المفروض ان يساعد الناس في المدن المقتضة انهم يطلب تاكسي طائر وهذا التاكسي يوديكم من مكان لمكان الجيتسونز في هذا الموضوع يأتي الجيتسونز بشكل واقع وايضا في دبي قاموا بتجربة التاكسي اللي في 18 مروحة من شركة المانية اللي هو الدرون الذي يطلع من مكان لمكان بس انه كرسيان الحالة انت وخويك وبس انتقلوا في هذا الدرون موضوع الدرون سينقذ الشاة كثيرة بس احس بمستعجلين على الوضع من يوم اوجد ابتكارات الدرونات وابتكارات روعة ولكن قاعدين نستغلها بشكل طبيعي الدرونات هذه بالفعل قفرت معها ان تم اختراعها لانه في كل شيء صار نحن لخبار الجوجل وحقيقة الجوجل بيكسل تول لما في المؤتمر نفسه قالوا انه لك سعة تخزينية الى الابد لتخزين الصور السعة التخزينية بالفعل ستكون موجودة لك على الجيميل وعلى الفوتوز وايضا على الدرايف وخدمات جوجل ولكن الى عشرين عشرين فقط والسعة التخزينية اللي في الفوتوز ستستمر نوعا ما للأبد ولكن فقط على الصور كاملة الحجم ليس مايكرو بيكترز ولا شيء ولكن الظاهر انه سيصير تعتمد ان تشتري لك باقة مع نفس جوجل اللي هي جيجا ولا ما جيجا وايضا السعة اللي نتكلم عليه في البداية هي الى خمسة عشر جيجا اللي مفرد تكون لك مجانية فمسألة البيكسل 2 عاد يعني اوكي الجوال قاعد يقدم تحديات ويأخذ تحديات وما هو بالجوال الخرافي بشكل جدا كبير في كامل المزايا وقاعدين نكتشف مزايا اكثر واكثر لانه ما اخذين نفس الرتم اللي يساوه ابل في مسألة الاعلان وعدم اعطاء كامل الخصائص في المؤتمر فأما نتكلم عن البيكسل 2 بالذات الاكسل البيكسل 2 اكس ال وحجم الشاشة الكبير هو الاقرب لانه رائع فطلبنا هذا الجهاز المفروض ان من خلال ان نرى الامكانيات الاضافية اللي يستطيعون بها جوجل الخدمات حقات جوجل وفي قطاع جوالاتهم من بداية المؤتمر واضح انهم مهتمين بانه يكون عندهم افضل جوال في العالم لا المهتمين في انه يكون عندهم خدمات مستمرة متواصلة ويحاولوا يطوروا منظومة الاجهزة بحكم او على قدر الشيء اللي يحتاجه السوق فننظر البيكسل 2 ونشوف تذكرون شركة ديكسو مارك التي تعطي تقاييم للكاميرات وقيمت البيكسل 2 بـ 98 لأول مرة في تاريخها واضح انها خربت معهم بشكل جدا كامل نفس الشركة خربوها وعطوا 100 كتقييم لكاميرات نيكون 850 فأول مرة في حياتي لمعطوها 100 كاملة لا يوجد احسن منها كاميرا انتهينا هذا افضل شيء موجود في قطاع الكاميرات فماذا التوجه حق ديكسو مارك؟ لا ادري ولكن احس ان المصداقية تفقد من يوم انه يعطيك كاميرا 100% في كل شيء وفي قطاعها لماذا مصداقية تمراهت؟ لا ادري انتش رأيك؟ نأتي للسئلة الأساسية لما نتكلم على بطاريات الايفون اللي بعض الناس في الصين واليابان وايضاً تايوان وايضاً في اليونان قاعدين يفكوا العلوه ويظر لهم جوال منتفخ الجوال حالته حالاً منتفخ احياناً الشاشة نفسها تنفك عليه بسبب البطارية اللي انتفخت وايضاً بدأنا نشوف في بعض الفيديوهات متداولة للشاب الاماراتي اللي هذا حين نفس الشاب هذا بوجه محطط عليه ضماد ويقولون بسببت الجوال وما في تأكيد وش نوع الجوال والأشياء كلها بالاضافة الى بعض الفيديوهات الثانية مسربة شيء يفجر شيء هذه العادة اللي دائماً تصير مع اي جوال يقب فنتكلم على انه الامكانيات اللي وجودة في الايفون 8 بلاس كلنا شفناها وكلنا عرفناها ولكن مسألة البطارية شيء محبط بشكل جداً كبير انه نشوف هذه الحالات إلين ما يتم التأكيد ساعتها نقول انه خبر جداً كبير او يعني في مصيبة في الموضوع فنتكلم على ابل ابل الى الحين ما اعطته رد رسمي والمفروض انه بدأوا في فتح التحقيق في الموضوع لانه ما عليش يعني اكثر من حالة وفي اكثر مكان في العالم إلا ما يكون فيه مشكلة والمصنع نفسه اللي جت منه بعض هذه الوحدات المفروض انهم بدأوا التحقيق فيبغانا ننتظر ونشوف سارفة التحقيق فكأنه الاحداث اللي كانت في عام 2016 ومرت على نفس سامسونج بالنوت 7 هذه قاعدة تنعاد مرة ثانية بشكل جداً كبير وعلى اسم مؤثر في السوق لما نتكلم عن اسم زي شركة ابل فهل تتوقعوا انه بالفعل هذا الموضوع بيزيد خاصة انه متوقع ان يبيع حوالي مليونين او 200 وشوي مليون جهاز الى نهاية عام 2018 فاذا اكتشف كم حالة خلال كم اسبوع من البيع ما توقعاتكم ما توقعاتكم الى نهاية عام 2018 هل تتوقعون انه يكون فيه جوالات اكثر تقب وتنفجر وتنتفخ وحالة حالة ولا لا هل البطاريات مو راضية عن نفسها هل البطاريات عايشها ضغط هل البطاريات نفسيتها جداً سيئة لانه يضطر انها خلاص ما تقدر تصبر وتنفجر فيبغى اننا نشوف تعليقاتكم لانه في الفيديو الماضي ابدعتوا في اقتراحاتكم للS9 وما الشيء اللي نبغى في الS9 فهنا خلينا نشوف ايش تتوقع المشكلة الموجودة مع نفس شركة ابل نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته